رجعنا مرة تانية مشاهدين هارك سعيد مستمرين مع بعض الفقراتنا وصلنا للفقرة هامة جدا أحب أن نتناقش فيها مع بعض وهيكون معنا دكتور جليل هيكون معنا عشان نتكلم فيها لكن خلينا أعرفكم الأول بالموضوع هنتكلم فيه عقدت جامعة عين شمس أمس وأول أمس مؤتمر أو المؤتمر هو الأول من نوعه وهو مؤتمر لشباب المؤرخين في مجال التاريخ الحديث والمعاصر هو يمكن فعالياته بتهتم أكتر بتطوير وتنمية المؤرخين من الشباب والبحثين في هذا المجال اشترك فيه عدد كبير من الشباب من الجامعات المختلفة من المراكز البحثية المختلفة في مصر وكان فيه نقاط كتيرة جدا وفق ومناقشات كتيرة جدا دارت داخل المؤتمر خلينا نعرف ايه تفاصيل أو التفاصيل اللي دارت حوالي هذا الموضوع في المؤتمر مع ضفنا الموجود معنا نهاردة في الستوديو المؤرخة دكتور جمال شقرة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية سبعة الخير يا فن سبعة الخير يا فن دكتور جمال اللي حالك نورنا في السيديو نهارك سعيد وخلينا في الأول أتكلم معاك عن بداية فكرة إقامة مؤتمر زي ده أو مؤتمر اللي هو الأول من نوعه تقريبا اللي بيهتم أنه هو يقيم مؤتمر لمنقشة تنمية وتطوير الشباب المؤرخين والباحثين في مجال التاريخ الحديث والمعاصر كلمني عن بداية الفكرة تقريبا كانت إمتى وإزاي تم التفكير فيها لإقامة هذا المؤتمر هو الحقيقة أنه عندنا مشكلات كتيرة في البحث العلمي من هذه المشكلات أنه الباحث في العلم اللي أنا متخصص فيه اللي هو علم التاريخ ممكن يستمر لأكثر من عشر سنوات أو أقل قليلا أو أكثر قليلا دون أن يحتك احتكاك مباشر بالمؤتمرات المحلية أو الإقليمية أو العالمية فبيظل حبيث كتبه وأبحاثه وبحثه للمجسير أو للدكتوراه ولا يشارك يعني لا يسمح له بالمشاركة في مثل هذه المؤتمرات يعني ما بيتمش تبادل ثقافات ولا احتكاك علمي نادر جدا ومسائل فردية أو حالات فردية ولذلك أنا فكرت في أنه نعمل مؤتمر فقط لشباب الباحثين في علم التاريخ في فرع معين اللي هو فرع تاريخ الحديث هذا المؤتمر أنا أطلقت الدعوة على الفيس فأنا فجأت بتلاهف شديد جدا من شباب الباحثين من جميع أقسام التاريخ في الجماعة المصرية ليه بتقول فجأت يا دكتور حاليا عندك إحساس أنه ممكن يكون الشباب مش مهتم الشباب ما عندوش الإبداعات أو القدرات لا ما كنتش متوقع بحجم الأزمة اللي هم يعيشينها أنهما فيه فجوة بينهم وبين الأسدزة الكبر وبالتالي هو ما بيتطلعش أبدا أنه يجلس على المنصة ويشارك في مؤتمر علمي كبير سواء محلي أو إقليمي أو عالمي لذلك لما أطلقت الدعوة يعني انهالت علي رغبات الشباب الباحثين في المشاركة في المؤتمر جميل وفعلا يعني جمعت الرغبات وبدأت أشجعهم بقى أكتر أن هما ما يخافوشي وأن الأسدزة اللي هيجوا لأول مرة هيكونوا مستمعين ومناقشين والمنصة هتبقى لشباب الباحثين هذا شيء جميل جدا أكيد يسعيدنا كمان كلنا وخليني أدخل بقى أكتر بعمق في الموضوع وأعرف أهم النقاط اللي تم منقشتها داخل المؤتمر أمس وأول أمس إقامة المؤتمر كانت فين بالتحديد؟ كانت في جامعة عن شمس والفكرة انطلقت من جامعة عن شمس وكانت في دار الضيافة جامعة عن شمس الحقيقة أنا رفضت أن أنا كالمعتاد أضع موضوع للمؤتمر فأسميته المؤتمر الأول لشباب الباحثين في فرع التاريخ الحديث تحسبا لي عدم تقييد الشباب بموضوع معين عندما انهالت علينا الأوراق البحثية بدراسة هذه الأوراق ظهر أن فيه محاور ممكن تجميع الأبحاث فيها حوالي 31 بحث اللي قدموا فبدأنا نقسم المحاور فظهر محور مهتمة على الموضوعات اللي قدمت المجموعة من الشباب مهتموا بمحاولة تقصي أوضاع مصر في القرن التاسع عشر وفعلا قدموا أوراق مهمة جدا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر في القرن التاسع عشر أهم الجوانب تقريبا اللي تم التركيز عليها في المؤتمر هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكن ليس السياسي والسياسي أيضا يعني من أقول تحياتك أنهما أربع جلسات ست جلسات في اليوم الأول أربع جلسات في اليوم الأول وجلستين في اليوم الثاني الجلسات في اليوم الأول خادت القرن التاسع عشر وتجربة الحكم العثماني لمصر والولايات العربية والحقيقة قدمت أوراق على درجة جميلة جدا من الأهمية اليوم الثاني كان فيه مجموعة من الشباب اهتموا بالاستراتيجية الأمريكية والسياسات الأمريكية في مصر والشرق الأوسط اتجاه مصر والشرق الأوسط فوجدنا حوالي 8 دراسات علمية جيدة جدا بتناقش أهداف الاستراتيجية الأمريكية في العالم كله يعني على مستوى العالم ما هي ملامح سياسة الولايات المتحدة الخارجية اتجاه العالم ثم اتجاه الشرق الأوسط كنت لسه هسأل حريك أنه هك شفت من خلال المؤتمر ده مستوى الشباب رايح فين وعمل إزاي وهل فعلا ممكن من خلال الأبحاث بتاعتهم لاستفيد أو تستفيد مصر من هذه الأبحاث أكيد طبعا يعني هو أي بحث علمي مفروض أنه مرضود على المجتمع ودرستنا العلمية مفروض أن هي بترفع لصنع القرار أو يفترض أن نصنع القرار سواء كان وزير اقتصاد لو بنشغل تاريخ اقتصادي اجتماعي أو وزير الخارجية لو بنشتغل علاقات دولية تاريخ علاقات دولية أو رئيس الجمهورية حتى لو نتناول قضايا أبن قومي مفروض أنه بتلفت نظرهم مثل هذه الدراسات فده مهم يعني الدراسات اللي قدمت كلها الحقيقة يعني مثلا الدراسات الخاصة بالاستراتيجية الأمريكية ده شيء خطير جدا أنه فيه مقارنات بينما يجري الآن على أرض الواقع من سياسة أمريكية تستهدف تفتيت المنطقة وبين مراحل تاريخية أخرى لعبت فيها الولايات الأمريكية أدوار متشابها نعم طب ويمكن نتعرف أكتر على أهم مثلا المشاكل أو الصعوبات الممكن تكون بتواجه شباب البحثين والمؤرخين عموما في التاريخ الحديث أو المعاصر يعني أي من الحقباتين قريبا تمام يعني دي أحد المشكلات أنه لا يتضرب على مواجهة الجماهير لا يتضرب على مواجهة الأسادزة ومنقشتهم فيما يفكر فيه أو في نتائج أبحاثه حتى يعني بيظل هو زي ما قلت حبيس تقلوبته لكن فيه مشكلات بقى نوعية خاصة بالبحث في التاريخ الحديث والمعاصر اللي هو عدم قدرته على الوصول إلى الوصائق وصائق الدولة ودي مشكلة كبيرة جدا من المشاكل اللي بتعطي البحث العلمي في التاريخ الحديث لأنه رغم وجود قانون لإتاحة الوصائق لكن المسألة وصائقنا الحقيقة ليست في متناوى للبحثين يعني أعتقد أنه المشاكل دي ممكن يتم معالجتها هل بالمؤتمرات المستمرة من النوع ده ولا ممكن يتم معالجتها بأي شكل من الأشكال لا وطبعا إحنا في حالة صحوة على مستوى الحركة الاجتماعية والسياسية إحنا عايشين مرحلة أكثر من رائعة وبالتالي مثل هذه المشكلات بدأت تنتبه لها الجامعات المصرية وبدأت وزارة التعليم العالي بتنتبه لمعالجة مثل هذه المشكلات وفيه قانون خاص به الوسائق قانون جديد وأعتقد أنه هو هيعرض على مجلس الشعب إن شاء الله ويقر بحيث يدي مرونة شوية في الاطلاع على الوسائق أسوة من الدول الأجنبية يعني الوسائق البريطانية بيفرج عنها بعد 30 سنة الأمريكية بعد 20 سنة المفروضة فيه وصائق دلوقتي ماليان نيت إحنا بقى وصائقنا المحلية يجب الإفراج عنها أيضا المؤتمر خلاص كده يعني ما فيش أيام تانية هيتم العقد المؤتمر فيها أولا هو كان بس أمس وأول أمس أولا كان يمين بس لكن خرجت عنه توصيات مهمة جدا يمكن أهم هذه التوصيات استمرارية المؤتمر يعني يعقد سنويا وتحت هذا المسمى أيضا المؤتمر الأول يبقى المؤتمر الثاني لشباب الباحثين وفيه توصية تانية بتعميمه على جميع التخصصات الأخرى يعني حتى داخل فروع علم التاريخ يبقى فيه مؤتمر خاص بالتاريخ الإسلامي التاريخ القديم لشباب الباحثين أيضا أو في أي مجال بحثي علمي يمنح الشباب فرصة بحيث يقدموا أوراق بحثية وبديه أنه يبقى فيها أخطاء وبديه أن يبقى فيها بعض القصور هنا دور الأستاذ الكبير أنه يعالج ده يحكمه يمكن كمان من التوصيات المهمة أوي مسألة نشر الأبحاث الخاصة بالمؤتمر يعني إحنا بصدد التحكيم هذه الأبحاث وضبطها لنشرها في كتاب مجلد يصدر بنفس العنوان ده أعمال المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين فرع التاريخ الحديث إزاي ممكن يتم التعامل مع العمل البحثي في مجال تاريخ الحديث ومعاصر خصوة أنه فيه بعض الحقب فيها اللي بتحتوي على أحداث كتير وروايات كثيرة جدا المفروض أنه يتم تاريخها يعني الباحث ده محترف يعني الباحث اللي إحنا قدمناه وشارك في المؤتمر هو باحث معد فعلاً لكتابة بحث علمي في مجال التاريخ يمكن أنا استشفيت من سؤال حضرتك أنه في ربكة في الكتابات التاريخية يعني كتير بنلاقي كتب كتير أكتر من روايات بتحكي بس لكن بشكل مختلف عن الأحداث اللي أردناها مثلاً في كتاب آخر يعني اللي حضرتك بتشوفيه ده مش كتب علمية في التاريخ دي كتب ممكن يبقى كتاب لهاوي كتب كتبات لكن ليس كتب علمية هو متصور أنه هي كتبات تاريخية فيه الكتب الثانية المنتشرة جداً هذه الأيام اللي هي كتب الذكريات أنه واحد بيسجل ذكرياته عن حدث نزل التحرير شارك في الثورة فبيسجل ذكريات دي كتب انطباعية أو ممكن نعتبرها شهادات وفيها عيوب كتيرة جداً ونحرص على تنقيتها من التزييف والمبلغة باستخدام منهج البحث العلمي فالبحث الشاب أو الشابة اللي تقدمت في هذا المؤتمر مرست منهج البحث العلمي على القضية اللي بتعليجها وقدمت لنا بحث يرقى لي أنه ينشر فيه مجلد علم من خلال النقاشات أكيد لدارة داخل المؤتمر مع الشباب اللي شاركوا في المؤتمر كانت تقريباً إيه أهم مطالبهم في مجال التاريخ الحديث والمعاصر؟ أعيز أقول لحديثك أنه كانت فيه احتفالية يعني اليومين كانوا على شكل احتفالية وحتى صديقة ليهم عما تلوم وشاح عالم مصر وكان المشهد جميل جداً أنهما سعداء لأول مرة حيقفوا يعودوا عن منصة والأسادزة حيدينوا فقط الحوار والشباب في القاعة والأسادزة في القاعة بيناقشونهم فكان على شكل احتفالية فاتقت بقى أحلامهم في أنه تتكرر مثل هذه المؤتمرات تنشر أعمالهم البحثية ممكن مد العمل ده إلى التخصصات الأخرى من خلال تكوين لجنة للإشراف على المؤتمر القادم والمؤتمرات القادمة هتفتق زهنهم عن معالجة كثير من القضايا والعقبات اللي بتواجههم الأجمل من كده أنه شاركنا رئيس الجمعية المصرية دراسات تاريخية واتفقنا على عرض النتائج الخاصة بهذه الدراسات على الجمعية التاريخية وعلى لجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة لدراسة التجربة وإمكانية تنميتها وتكرار ده جميل جدا هل ممكن أن يكون فيه إمكانية تم عمل مناظرة بين الشباب اللي تم اللي هم شاركوا في المؤتمر وما بين مراكز البحثية الأخرى هل فيه حاجة زي دي ممكن تحصل من خلال السنة اللي هيتامي فيها إن شاء الله المؤتمر التاني من هذا المؤتمر اللي أقيم لأو مرة السنة دي؟ فيه توصية من التوصيات أنه توصيل نتائج هذا المؤتمر إلى المراكز البحثية المختلفة وتوصيل نتائج إلى حتى الجامعات العربية والجامعات الأجنبية ومد جسود التفاهم والتعاون مع هذه المراكز والجامعات أخيراً بس عايزة أتمنى أنه أكيد يعني المؤتمر ما وجهش أي صعوبات في إقامته أو يعني تعرقل مثلاً كده في أنتوا تقيموا المؤتمر سواء كان قبل أو يمكن بعد مثلاً فكرتوا وإزاي ممكن ده ما يبقاش عقب أمامكم إن شاء الله في إقامة المؤتمر الآخر السنة الجاية؟ الحقيقة رئيس جامعة إنشامس ونائب رئيس الجامعة اهتموا جداً بالفكرة ودعموها وافتتح سيادة النائب المؤتمر وزللوا كافة العقبات وبالتالي إحنا ما حسناش أنه فيه مشكلات والأولاد كانوا فيه منتهى سعادة زي ما أنا أشارك هذه حيات فعلاً حاجة تساعدنا لأنه دائماً يعني لما بنقعد مع حد عمل مؤتمر أو دخل حاجة ليها علاقة بالشباب دائماً بيقولنا إنه فيه صعوبات فيه كان فيه شوية عراقيل هنا وإن شاء الله نحاول نتفاديها السنة قادمة أنا أريد أن أشيد كمان بدور الإعلام اللي تفاهم هذه التجربة ويعني القنوات التلفزيونية كتيرة جات غطت وعدد كبير من الصحفين جمعوا متناقشوا مع الشباب وأنا شخصياً كنت في منتهى سعادة لما لاقي باحث أو باحثة واقف أمام الكاميرا ومش خايف وبيتكلم وبيشرح وأنا قدمت بحث عنوان وكذا فكان شيء جميل الحقيقة لا يعني حاجة جميلة جداً ولو سألتك في الآخر أهم النتائج تقريباً خلاصة المؤتمر أهم النتائج والتوصيات اللي خرقت بيها من هذا المؤتمر السنة يمكن أهم هذه التوصيات تشكيل لجنة بضم عضو واحد من كل قسم من أقسام التاريخ على مستوى الجامعات المصرية لمتابعة تنفيذ المؤتمر المؤتمرات القادمة ونشر الأبحاث وذي يمكن دي العقبة اللي هتأبنى أنه الأبحاث هتتكلف كثيراً عشان تنشر لكن في توصية بنشر الأبحاث في توصية لزيادة التواصل بين شباب الباحثين على مستوى الجامعات المصرية كلها ومد جسور التعاون مع الجامعات ومراكز البحث على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم كله شكراً دكتور جمال على وجودك معنا وجود لك بكل التوفيق إن شاء الله في المؤتمر القادم وشبابنا دايما مبدع وإن شاء الله دايما يكونوا في الصدارة شكراً جزيلاً مشاهدينك معنا المؤرخة دكتور جمال شعر مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لسا معنا فقرات أكتر خليكم معنا بعد الفاصل واسمنا هارك سعيد